السلام عليكم طابة وقاتكم وعمالكم بالأمس طلب من اللاعب المسلم السنغالي إدريس أن يرتدي ملابس عليها ألوان تشير للذين يسمونهم المثليين امتنع بصمت غاب عن المباراة واعتذر عن الحضور لم يعارض ولم يهاجم ولم ينتقد ولم يبدي رأيه لم يقول هذا دعم للشذود وانتكاس الفطرة ومحرم في ديني وينتشر اليوم بينهم جدري القردة فقط امتنع بصمت وهدو لأنه صمت ولم يبدي رأيه عاملوه كأنه مجرم ولديه عنصرية وخرجت مطالبات لعقوبته وتمت إحالة إلى لجنة المحاكمات الأخلاقية الفرنسية أين الديمقراطية المزعومة وحرية التعبير والمعتقد واحترام الأديان وحقوق الإنسان تسمحون بحرق القرآن وسب الأنبياء وتجرمون شخص أنه صمت فقط إذا لم يكن هذا إرهاب فما هو الإرهاب؟ رجل إدريس مناصرة كبيرة وتضامن واسع من حكومته والمسلمين ومن بعض المنصفين في الغرب سائلين الله له الهداية والثبات